أعلنت القوات المسلحة أنه في إطار خطط عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي 174 كيلو جراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع وأضفت القوات المسلحة في بيان لها أنه تم تبادل إطلاق النيران ونتج عنه مقتل شخص كما تم إلقاء القبض على ستة مهربين وأكدت القوات المسلحة كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم